أفاد قائم قام قضاء تشوارتا بمحافظة سليمانية شهو عثمان بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني قرب ناحية زلانة ما أسفر عن وقوع إصابات بين عناصر الحزب وقال عثمان أن القصف استهدف عجلة نوع جيب مبينا أن من فيها هم عناصر الحزب لم ينقلوا إلى المستشفى على الفور لأن الطائرة المسيرة استمرت بالتحليق في سماء المنطقة وأضاف أن الفرق وصلت إلى مكان الحادث مؤكدان أن القصف لم يسفر عن خسائر بين المدنيين وأهالي الميطقة في حين أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في قيم كردستان العراق عن مقتل إثنين من مسلحي الحزب وإصابة آخر بجروح نتيجة القصف